مستر كاش ديناكم و البسمة معنى ديناكم نبغاث معنى وتشوفوا للضحكة معنى في مسلسل مستر كاش مستر كاش موسيقى بين كل مو بين ضغمة بين ركش و بين نسمة نضروا معنى تعالوا شاركونا نحن رسل وسلسلنا مستر كاش مجدكم رحنا تعبنا مجدكم رحنا شتهزنا رغاية اللي دومي هاز راح نحسدوا انتوا تمرنا منكم انتوا استفزنا مستر كاش صاحبنا ضيعة كارثة والكاش والكاش اللي كان معنا قاروبة يما ننعاش مستر كاش 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 ملكم وننا القضاية نسهى هاليد الرواية حلها معنا في شوفو حلها من دون خفايا واضحة مثل المرايا من ثوم ومن القطايا نسها من جر روايا حلها معنى في شور حلها من دون خفايا واضحة مثل المرايا استركاش صاحبنا ضيعة كارثة والكاش والكاش اللي كان معنا طاربة يما ينعاش استركاش ميستر كارثة ميستر كارثة وحن نساعدكم فيها برنامج بدون كبير ايه سبب نجاح برنامج بدون كبير ايه سبب نجاح برنامج بدون كبير والله يعتان عارضي ما اقول يعني لكن اقول لهم هي بكل صراحة وقولهم احنا نوقف برنامج ما عندنا حق احنا نوقف احنا نوقف ايه حبيبي ايه حبيبي خلما استراستك ايه رجعنا كل الدراس اليوم بمدرس هوين راح ولا هنا ايه تساو طالب طيب يما خلاص رح رتب شنتك البكرة وغسل لديك خلنا نتعش ان شاء الله ايه شوفي 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 هذا برنامج بدون كبير قاعد يشوف والله ايه بيش بحي برنامج بدون كبير بيحلون مشكلتك الحين كل الناس ما عرفت تحل مشكلتي هالبرامج راح يحل المشكلة اقول بس لا طرح له مشاكل الناس كثير والله جربي حاولي ليش لا طيب طبعا قضية نوصل لهم وين نلقاهم فيه حين مليون طيقة تقدرين توصلين بس انتي قرر ايه بخير حبيبتي طراني مع راي صديقتك وروحي لم هالبرنامج وجربي وش يضرك يعني معقولة يا عمري ما احد عرف يحل مشكلتنا يجي برنامج مثل هالبرنامج يحل المشكلة وش تبيت خسريين جربي حاولي وش يضر ك log طيب خلاص بروح لهم اروح ماشي لاي بعد عمري انا من خلطك انا منشغلتك معي خاص بروح انا ولدي لا تشيلها منها زين زين وضرحتي هناك خليك على تليفون معي انه احتجتي شيء معنومة اي ش اتصله اليه زين اه هوكي زي يا رب يا رب لا أنت قضية قضية أثرت فيني من جوة لا لا واللي يرحم والدينك لا تصيح لا 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 أخو إبراهيم لا الحين أبجوك لا تصيح ما عليش أنا عارف الأب والولد إبراهيم أوعدك أنا كمقدم برنامج والأخوان كأعضاء في اللجنة نازلنا في الحق الجاني إن شاء الله بإذن الله تعالى على الهواء أكيد أكيدين أخ إبراهيم تفضل على باب اثنين باب اثنين هنا وراك وينه باب رجمع الله عليك ما أجملك بسم الله أحبس هياك لا تشيل هم لا تشيل شيء يعمل هياك هذه القضايا اللي أبغاه هذه الحلقات اللي تعمل شظل تخيل معي أنتو إياها قلبك وجهك صح؟ قلبك وجهك يا دكتور تخيل معي أنت في الحلقة الأبو الولد موسيقى حزينة شوية ناية والله دموع تزير في الحلقة كيف التزوير تزير؟ هذا القضايا الحلوة يما لازم نخطر أرقام زيهم أرقام بعد لازم نخطر أرقام رح وأنا مكتب رقام حلو حلو واضح الموضوع يا أخ نادر وعلى فكرة قضيتك اسم على المسمى نادر وقضيتك مادرة حبيبنا باب رجمع أعطيك العافية أعطيك الصحة والعافية لا بجد موضوعه أنا أعتقد يا حبيبي يا نادر باب اثنين أيوة أهلا وسهلا هذا القضايا هذا القضايا اللي أبغاها في برنامج يا أستاذ نعم هذه بسيطة جدا يلا 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 شميات يرطي يرطي قد يرطي هذا أيوة جيب 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 أوه الحمد لله وآخيرا بجي برنامج جدون كذب وبحل مشكلة مع ابوه اللي صال لها سنوات ايه وصلوا وصلوا إيه أه يا هلا يا هلا برنامج جيدون كذب أي نعمي نعم يا ابو إبراهيم ايه وينكم فيه يا هلا حياكم الله حياكم الله انتظركم انتظركم طبعا أنه نحن وصلنا بيت أبو براهيم وأنا سأقول لكم من هو أبو براهيم؟ أبو براهيم في خلاف بينه وبين ولده وهذا الموضوع ما يسكت عليه ولكن الظاهر أن أبو براهيم تحمس كثير للبرنامج وغسل البيت والموية متسربة إليك نأخذ لقطة لأنك مدية تصوير حبيبنا يعطينا لقطة على الموية المتسربة هبايبي طبعاً الخلاف هذا لما جاءنا اتصال على برنامجنا وبرنامجنا بدون كذب وشعارنا الصراحة راحة كل طاقم العمل كل طاقم العمل القضية هذي قالت ما تمر بسهولة لازم نكشف الحقيقة نشوف من الغلطات الأبو أو الولد وحنشوف مع بعض هذا منزل ابو إبراهيم وحنعد في الحقيقة وبسم الله السلام عليكم السلام عليكم يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا حبيبنا أخونا أبو إبراهيم يعني يتقدم شوي معنا يا أخوي إبراهيم لأن الحمد عندنا للإضاءة وفي الشمس الله يبارك في عمرك ويخلي قلال أول مرة تخرجت أبو إبراهيم أول مرة يا الله طبع فريق العمل موجود معك برنامج بدون كذب حنا يا أبو إبراهيم طبعا عرفنا بالمشكلة بالتصالة للجانب البرنامج الخلاف بينك وبين ولدك إبراهيم خلاف كبير الحقيقة مرة 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 لا 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 أدرك تدخل في تفاصيل ما أدرك تدخل في تفاصيل أبو إبراهيم واحدة واحدة بدى من فريق الإعداد موجود. المدير التصوير موجود. أول خطوة لبيت إبراهيم ولقضية إبراهيم. رحيتكم الله معنا وباسم الله حيح الله أمال رهين مرحلنا وزchien كبير ألم ياقاب ترى الموضوع سهل جدا وش عارفه يعني ما في حبك السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وزكور ا 재미 ما شكور المفات poly أُم بَدر أهلا وسهلا يا أخت أُم بَدر أختم بادر طبعاً أنا شاكر ثقتك في البرنامج راسلتين عرفنا أنه عندك مشكلة وهناك عضاء لجنة عارفك طبعاً الرخ محمد موجود هنا والدكتور وليد متخصص في شؤون الأسرة أبغاك تكون سريعة معنا تقولين المشكلة تفاصيل المشكلة عشان نقدر نحل المشكلة اتفضل الله يزاكم الله في خير يعني برنامجكم هذا كثير قادي حل مشاكل وأنا عشان كذا جيتكم يعني مالنا إلا الله ثم وأنتم يا أهلاً وسهلاً فيك وكيف البرنامج؟ تابعي؟ أكيد طبعاً اتفضل يلا الله تعطيك الصحة على بي اتفضل أنا مشكلتي بدأت من 14 سنة أبو لدي الله لا يوفق حسبي الله عليه وين ما راح أبو بدر سم هذا شيك بـ 40 ألف زي ما طلبت بالضبط وهذا سكت طلاقك يا أم بدر طيب وأوراق ولدي يعني أنت حارف الولد أمرأ 4 سنين وأنا محتاج دخل لمدرسة هذا اللي عندي وأوراق ولدك أرفعي طلب ثاني الله يسلمك أنا قاعد أصرف سنتين وهو ما يدري عنه قاعد متبطح في البيت شفت السالفة طولت قلت لا الموضوع رح يتطور أكثر وأكثر خلنا روح أرفع عليه قضية نافقة منه عشان يعرف وراه عائلة ومنه بعد أقدر أساومه يعني على أوراق الولد طيب إيه صار على قضية النافقة؟ أبد الشيخ حكم لي 300 ريال في الشهر حكم لي كم؟ 300 ريال في الشهر 300 ريال في الشهر تساوف الوقت هذا 300 ريال في الشهر ما تساوي شيزا طيب أخدت النفقة اللي قرارها الشيخ؟ لا طبعا ما أخدت النفقة قلت خلها تتراكم عليه عشان بعدين أقدر يعني أساومه إذا كبر المبلغ آه تساومين كم لي كم بعدين الله يسلمك ومرت خمس سنوات وخسارت حين الأمور أصعب وأصعب ليش؟ لأن الولد لازم أسجله في مدرسة ما عندي أي إثبات له بنفس الوقت بجواز سفر ما أقدر أسوي لجواز سفر كيف أسوي؟ وقلت ما لي غير أروح للمحكمة والمحكمة هناك إن شاء الله أنها تحل أموري كويس ورحت للمحكمة القاضي قال حولنا أوراقك للحقوق المدنية ممتاز ممتاز وراحت إلى الحقوق المدنية والحقوق المدنية قالوا لي أوراقك ضاعت قدمي على بدل فاقد وأنا هنا بصراحة خلاص أحس قلبي بيوقف أرجع مرة ثانية لأبو البلد وأدفع لفلوس وأعطي عشر ألاف ولا عشرين ولا خمسين ما أدري كم رح يطلب مني لأنه قاعد يبتزني ويأخذ فلوسي عشان بس تجدد جواز سفر ولده يعني جدد لك الجواز إيه الحمد لله جدد الجواز بس بعد إيش بعد ما طلع روحي دفعت له فلوس ويبتزني أكثر من مرة عشان أعطيه فلوس عشان إيش يجدد جواز ولده بس مو هنا المشكلة يا أخوي آه هلنا نبغى مشكلة نفسها إيش المشكلة؟ المشكلة الله يسلمك لما جينا نجدد الجواز مرة ثانية ما لقينا أبو الولد وقعدنا ندور وندور ونقول يا الله يا رب نلقى عشان الولد المسكين نبغى نسافر نروح نجي مقدرين نتحرك قالوا لي روحي الجوازات والحمد لله رحت الجوازات للأسف ما نقدر نجدد الجواز والسباب لازم يجي أبوه أو يكون معكم سك ولاية أو سك حضانة وشلون سك حضانة ولد عمره 13 إلى 14 سنة نجيب للسك حضانة هذا هو النظام أخوك يا أخوي أبوه مطلوب وما ندري وين فيه وما ندري في أي بلد هو هو ميت هو حي وإذا بغينا نسافر ما ندري وين نودد الولاد وش قصتكم ليو و بعدين وش بعدين كل البيبان نسدد في وجهي ما لقيت أي حل وقالت لي صديقتي الله يجزها خير ووفقها يا رب وين ما راحت قالت مالك إلا هذا البرنامج هذا هو اللي بيحل مشكلتك هذول الجماعة هم بيحلون مشكلتك والحمد لله أني جيتكم وعلى فكرة ترى أنا ما أبي فلوس ولا أبي حقوقي ولا أبي أي شيء بس أبي أوراقها الولد فقير بس ما بي غيرها واضح 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 هو موضوعك بسيط جدا 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 بسيط باب واحد طبعا أول شيء أنا أتفضلي أعفوا ما أكتح لا لا تفضلي هو لما جدد لي الجواز كان يطلب مني مبالغ يعني كثير أوصل معه الحل الأربعين خمسين عشر حسب ما أقدر أوصل معه بس قال لي انتم هي بنت الناس ترى كل ما جددت لك الجواز بتعطيني مبالغ وأقدرها يمكن توصل مية يمكن توصل ميتين أنا من وين أجيب فلوس هذه كلها من وين أجيب قلولي شوف اسمعي أختي ترى موضوعك بسيط بسيط مرة طال موضوع بسيط جدا جدا بسيط باب واحد طبعا باب واحد طبعا أول شيء أنا أشكرك وجودك هنا وأشكري لي صديقتك كثير جدا اللي متابعتنا وإن شاء الله بإذن الله تعالى باب واحد في ممر في باب تفتح الباب ويا أهله سهلة فيك يعني خلاص مشكلتي أنا وهلف قير هذا أنا وهضعية بتنحل خلاص هذا بدر القضية كلها هذا هو القضية كلها هذا حشاشة جوفي هذا النظر عيوني ما لغيرها الله يبارك فيك زي ما قلتك باب رقم واحد إن شاء الله أبشر يلا يمه يعطيكم العافية الله عافية يلا حبيبي يلا باب واحد تعالي يمه يلا الحميد لله تعالي يمه بسم الله الرحمن الرحيم شهرة شكلنا غلطانين خلنا نرجع أمه نرجع معقول ما يفتح الباب امشي مش تعال معي خلنا تخمن الباب الجينة منها تعال شهر 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 رجعنا مرة ثانية لنفس المكان يوم خلنارجى يا يوم الباب ده شكله طار ده وين نرجع لهو بسم الله يا الله عند الحق امشي يوم وامشي بس مشينا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم موسيقى موسيقى شكراً Theory موسيقى موسيقى ونقول للرأي العام أنه ما قدرنا نحلها يعني من غير المعقول أنه نحل كل المشاكل أوف والله ذا كلام قوي يا دكتور كلام كبير والله كلام كبير يعني نقول للناس أنه والله هنا برنامجي الضحيف وذا نسيت الاتفاق مع القناة التلفزيون طيب وليش ما نقول للقناة علشان يكون فيه مصداقية للبرنامج يعني قضيتين ثلاث مشاكل على أقل فيه في مشكلة مستعصية والله شرايكم نعم صح 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 والله معظم شوف أنا بقول لك حاجة كلامك مقنع بس أبغاك ممكن كلمة راس معاك أنت يا دكتور في باب واحد لو سمحت براهيم أنا قابلت وبوك وبوك رافل يقوله زعلان منك شكل وزعلان منك مرضى يا أخي أنت بدك وبوك ها بدك دامك كم راحي لا لا وعرفه لا لازم يجي يحب راسه يحب خشمي ويرجع لي الخمسين ألف اللي عطيت إياه لو جاء براهيم وقال لك أنا مستحيل أبداً لا يمكن ولا تحاول لا هنا ولا هناك أبداً يرجع لي فلوسي ويحب خشمي وراسي وبعدين يمكن أفكر سامحة أو ما سامحة طبعاً زي ما شفتوا هالتقرير عن قصة إبراهيم وابو إبراهيم صدقوني لو أقول لكم ولكن ممكن تقول مبالغ يزيد مقدم برنامج بدون كذب يبالغ أول ما جاء الأخ إبراهيم وقال المشكلة طاقم العمل كله ما نام قلنا لا يمكن إحنا هدفنا في البرنامج بدون كذب أن نقرب القلوب اللي عنده مشكلة نحلل المشكلة وكانت عنده مشكلة كبيرة وإيش المشكلة مش مشكلة عادية المشكلة أنه في علاقة بين أب وابنه وفرقت سنين لا يمكن دموعك هذه إبراهيم هي اللي خلتنا من نام إبراهيم أنت تذكر أول ما جيت للبرنامج إي 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 إيش كانت أمنيتك تذكر أول ما جيتني للبرنامج إيش كانت أمنيتك إيي أذكر إيش كانت يعني كانت عيونك عيونك تبغى تشوف الشخص عزيز عليك وتكهل ناظرك فيه مين أبي يوم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى لا بس فيه قلت لي اللي هو أمك اللي ما مين أنا ودي أكح العيوني بشوفة إنسان منهم منهم إبراهيم أيوة أبوي الله عليك أنا عارف إنك ما أنت ناسيه وتبغى تقول من أول أبوي بس حاس في داخل نفسك إنه يعني راض عني مراض عني مراض عني أرض بنا بش عارفه وأواه إبراهيم صحي إبراهيم ركز معي إبراهيم ركز معي مركز شايفني أنا ما ذبحني إلا دمعاتك هذه دمعاتك هذه إلا حرك الطاقة بالعب يا جماعة ما نمنى من دمعات إبراهيم إبراهيم ركز معي حبيبي شايف يدي هذه؟ خمسة أصابيع صح ولا لا؟ إيه ترك أربعة وركز على هذا ركز أراه ركز إبراهيم أراه خليك معي خليك معي خليك معي ماشي إبراهيم ماشي إبراهيم إيه ماشي إبراهيم إيه هنا إبراهيم وأفتح يا سمسم أطلع يا سمسم بابا بابا الحين هذا هو البرنامج اللي رأتي له حسبي الله عليهم أقسم بلا كذابين الحين كل من جاهم يقولوا لهم باب رقم واحد باب رقم واحد ما عندهم ما عند جدتي اكتشفنا باب رقم واحد طرده طرده طيب ما عندهم باب ثاني غيره إلا فيه باب رقم اثنين وهذاك للناس اللي ما عندهم مشاكل يعني اللي مشاكلها تافأ اللي مشاكلهم تافأ يعني طلعوا من الصابعين بقوة إيه ليهم منك شفتي ثوب إلا ماحد مصدق ماحد مصدق اللي دكبيت حليموية ما يشرب الموية تابينينا وريت شوفي ها شون يعني ها ها ما فيه ما فيه أصب عليك شوية لا الجلسة العالية مهلة منها أنا ليش جلستكم بالأرض مو عباطة مو عباطة لكن أبغاكم تحسوا بجو العائلة جو العائلة اللي موجود لنبت العائلة شون يعني بابا آه هندي الله عليك أنا لا أشكركم والله يمكننا هو المرة من أعرف أجبل حلقة أنا من أعرف أنا من أعرف أجبل حلقة إيش عندك ورحيم أبي الله إن شاء الله أبوك في البيت حبيبي أبو إبراهيم أبو إبراهيم أبو إبراهيم أهلا وسهلا فيك في الدرنامج وشكرا جزيلا لكم وأعطيكم الصحة والعافية الدبعة جماعة أنا أنا جايزة أكمل لأنه فعل الدبعة هتنزل بالعائلة صباح الخير أعطيكم الصحة والعافية أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقول اولادي انت كم اعطوك؟ اشتاق خلق يوبا فلوسة دي؟ هي فلوسك بس كم اعطوك علمني؟ مادري بس اش اسمه في حدود 20 الف انا اعطوني 25 الف كم؟ 25 الف يعني اكثر مني ب 5000 اقول احمد ربك اول شي انا ابوك ثاني شي انا الكبير احمد ربك لا ياخذونها مننا بس يلا يلا مشينا يوبا يوبا شوف شوف مو بيقولون هم ان البو يأثر على ولد يه ايه 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 يا رجال مش لا ياخذونها مننا بس يلا يلا همشي وانك يا بنت الحلال نحتريك تقولين جايا جايا ولا تجين ايه حبيبتي لقيتلك رجال بيحل كل مشاكلك صدق والله قولي يا حبيبتي قولي تكفينا بسرعة تعب قلبي ايه ما يا رقما بس الرجالي بي خمسين الف جا جا طفيا احنا من وين نجيب الخمسين الف ريال ان شاء الله عادي هذا هو تبري عمرك يا سلام كل ما بغينا نجدد الجواز ندفع خمسين الف ريال رشوة اي رشوة اي رشوة اي رشوة اي رشوة ما اقولها ندفع رشوة مهبولها انتي الموضوع باذن الله ينحل مساء الله بالخير مساء النور يا هلا يا هلا انت حييها ما في رشوة موضوعك باذن الله ابحله انا بطريقة الشخصية انا فهمتي ولا ما فهمتي يا بعد عمري خلاص يما بنحل المشكلة قول يا رب قول يا رب يا رب مساء الله بالخير مساء النور اسمع يا ولدي سلام ابي اعطيك خطاب موجه لجميع الدوائر الحكومية للبحث والتحري عن المذكور واتكد عن عدم حضوره سلام وبعدين تسوي اعلام للجريدة مدة شهر كامل اذا جان الرد على الاعلام او الخطاب راح نعطيك سق ولاية الولد انا نعم انت تتحمل كامل المسئولية تقبل هي اقبل يا شيخ وليش ما اقبل انشقينا يا شيخ بالمراجعات وبعدين هذا الوليد بمثابة ولدي ولو ما اقبل وتحمل المسئولية ما جيت معهم للمحكمة وطامرت من محل للمحل جزاك الله الفخير يا شيخ بسم الله اشتركوا في القناة 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 شكرا